شهدية الكرام عايزاكوا تفتكروا معايا كده من ايام قليلة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في فعليات تتشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس وكانت لي كلمة وهو في وسط كلامه الرئيس اعلن عن مؤتمر اقتصادي كبير سيعقد بنهاية شهر الجاري ده بمشاركة كل القوة خطوة ضرورية وده بيعكس اهتمام السيادة الرئيس بمشاركة اراء الجميع في القرارات المهمة خاصة ان العالم بيمر بظروف اقتصادية منذ يعني خليني اقول مش بس الحرب الروسية اليوكرانية لا احنا بنتكلم من ساعة كورونا كمان اللحية المؤتمر ده هيكون كاشف لكل الحقائق هيكون في رد على مشاككين كتير وفي مروجين شائعات موجودين بشكل كبير هذه الايام تحديدا عن المشروعات القومية الانجازات اللي بتنفذها الدولة منذ تولي الرئيس المسئولية بمشاركة المستثمرين طبعا رجال الصناعة رجال الاقتصاد اصحاب الاراء حتى المعارضة كل ده حاب يدل على حرص الدولة على هدف واحد بس ان احنا ننهض باقتصادنا الوطني ان احنا نسمع المستثمرين رؤيهم ايه رجال الاعمال ممكن يضع حلول لتلك المشكلات الحالية ازاي نقدر نواجه الازمة الاقتصادية اللي اثرت على العالم كله خاصة تحديدا في مجالي الغذاء والطاقة واللي عمالة تزداد مع استمرار ارتفاع كبير في الاسعار العالمية والبنوك عمالة ترفع في اسعار الفايدة عشان تقدر انها تقف قدام هذا التضخم العالمي كل ده حنتكلم عليه والمؤتمر اهميته ايه وايه اللي ممكن يطرح فيه والافكار اللي ممكن قابلة للتطبيق في ظل الظروف الحالية معضفنا الكريم دكتور علي الادريسي الخبيل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع دكتور علي بنوار بنوحة ديك فاند دكتور علي يمكن وانا بقدم بتكلم على وضع احنا موجودين فيه غير الوضع اللي احنا موجودين فيه الصعب قوي ده العالم اللي موجود فيه عندنا وضع اخر اللي هو فيه كم من الشائعات وكم من مروجي الاكاذيب تحديدا انا مش هتكلم بقى على اشخاص انا هتكلم على الوضع على الارض عامل ازاي هذا المؤتمر ممكن يتقدم فيه ايه بالشفافية وبصراحة قدام الرأي العام علشان احنا في ازمة ايو احنا في ازمة لكن ازاي ممكن نخرج بالازمة دي او زي ما بنقول بالدارج كده اعدي او قطاطي للموجة لغاية ما تعدي طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا اقول طبعا يعني بأكد على كام حضرتك يعني يمكن الاقتصاد العالمي تعرض للصدمات كبيرة جدا واكيد الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي اللي تعرض لنفس هذه الصدمات وكمان المشكلة ان الاقتصاد المصري كان محمل بكتير من الاعباء الفابقة ما قبل هذه الصدمات فبالتالي كانت مشاكل متتالية وتحديات متتالية بجانب كمان ان الدولة عندها اصدار كبير جدا ان هي تعالج كتير من التحديات اللي كانت موجودة ان هي تستمر في مستويات تنمية تكون اعلى ان هي تعالج مشاكل اجتماعية كنا بنواجهها ابرزها طبعا قضية العشويات وغيرها من هذه التحديات الصدمة الموجودة حاليا المطبطة بالازمة الرصية الاقترانية اكيد عاملة كمان مشكلة رئيسية هي حالة الضبابية وعدم اليقين واللي محدش تغير دلوقتي ولا حتى مؤسسات الدولية يعلم تماما متى تنتهي وكيف سوف تنتهي في حالة تصعيد مستمرة طيب التصعيد دوت مشكلته الاساسية ان مقصر بشكل واضح على ملفات زي ملفات الطاقة زي ملفات الغذاء ملفات كمان مرتبطة بالتجاهة الدولية حجم الاستثمارات دي كلها اكيبت يعني امور غاية في التأثير وبيبقى التأثير طبعا اكبر على الاقتصادات الناشئة باستبعاد طبعا الصين مصر طبعا التحديات كبيرة جدا هي صين تعتبر ناشئة نعم الصين تعتبر اقتصاد ناشئ اه طبعا الصين بيعتبر اقتصاد ناشئ ده بالتاني اكبر اقتصاد في العالم ولكنه يظل اقتصاد ناشئ طبعا فضمنا لأنه حتى الصينيين ذات تفسيره ويعتبروش تفسيره من هو من اقتصادات المتقدمة لأنه بعده ما زال كمان لديهم بعض التحديات لكن في المجمل هو طبعا تاني اقبل اقتصاد ويمتلك عديد من الموارد الجزء اللي انا عاوز ارجع ليه هو الجزء الخاص بالاشعاية اللي حضيرك يمكن انتقاطيها الجزء دوت دايما بيظهر اذا ما كانش يبقى فيه حقارق او معلومات الدولة بتحاول خادر مستطاع ان هي بتقدم المعلومات والخارج لكن ساعات في بعض من الارقام ما بتبقاش موجودة او ظهرة بشكل كبير فتفتح مجال كبير جدا للاجتهاد الاجتهاد ده وفيه منه اللي بيكون مؤيد وبيقول رقم ليه مدلول وليه يعني مدلول حقيقي وفيه مغرد بيحاول ان هو يضخم من الامور سابع على مستوى المديونية عن وصرف ورد الدين وتقدرتها وخليفه طيب احنا لو رجعنا هل فيه رقم رسمي عن احنا مطلوب او هكذا فانا بتكلم في جزئتي احنا ممكن ان احنا نقطع جزء كبير جدا ونوقف الاشعاعات دي باني بقى عندنا دايما الارقام اللي ما تفتحش مجال يعني لما الدولة تقول يا صدين الخارجي 157 مليار دور خلاص بقى رقم معلن ورقم رسمي مش هيخلي حد يقول ايه لا اصلا هما 200 اصلا هما 500 فبالتالي في الوقت ده كمان صعب محتاجين ان احنا نكلم لان حتى رئيس الجمهورية ذات نفسه بيكلم عن التحديات اللي احنا فيها بمنتشر يعني بيقول اه احنا عندنا تكلفة استرات بتزيد وعندنا تحديات وبنعمل يعني الموضوع خلينا اقول ان هو طول ما احنا بنتكلم عن مشاكلنا بمنتجة شفافية كل ما دوا بيقطع الطريق امام الاشعاعات اللي ممكن تكون مغرضة محدش انكر ان الاقتصاد المصر بيتعرض لتحديات كبيرة جدا ومع الوضع العالمي اكيد بتزيد وجود مؤتمر اقتصادي اكيد في الوقت دوا غاية في الاهمية ليه بتوقيت دوا بزادة لان برضو احنا شفنا الفترة اللي في ايه كان فيه وثيقة ملكية الدولة ورئيس الوزراء تحدث بمنتجة شفافية عن خطة للتخارج وشرح جزء كبير من الخطة الموضوع وكان يعني فيه مؤتمر صحفي دولي وكان غاية في الاهمية لكن ميزة المؤتمر الاقتصادي ان احنا يبقى فيه مشاكل اكبر من قبل رجال الاعمال ومجتمع الاعمال المتخصصين الاكاديميين بحيث ان يبقى فيه وجهات نظر للحلول وازاي ان احنا نقدر كمان ويريت اتمنى ان كمان في رسالة الموضوع دوت يبقى فيه مبادرة لدعم الاقتصاد في مصر من قبل رجال الاعمال احنا شفنا تعاون واضح جدا من قبل رجال الاعمال فترة الكوفيد فترة كورونا وشفنا مساهمات مهمة جدا اعتقد ان ده بادو محتاجينه في الوقت دوت وده يعني اقل حاجة طب دكتور علي معلش انا عايز اقف شوية مع حضرتك لانه احنا يمكن الفترة اللي فاتت شفنا انه العديد من رجال الصناعة ورجال الاعمال عندهم مشاكل عندهم مشاكل واضحة ويمكن ابتدوا يتكلموا وبصوت عالي انا عندي مشاكل انا مش عارف اتحرك ويمكن خليني واضحين اكتر انه هناك بعض السياسات النقدية اللي كانت اتخذت في فترة ما خنأة السوق خنأة رجال الاعمال خنأة المصنعين طيب هل سيتم خلال هذا المؤتمر طرح هذه المشاكل جانب يعني انا اعتقد انه لازم يبقوا المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي يبقوا موجودين مع رجال الصناعة مع رجال الاعمال عشان نجد حل حلل هذه المشكلة نفتح السوق شوية جزء من المشاكل اللي كانت موجودة في تطبيق بعض السياسات ومن ضمنها سياسات النقدية هو فكرة ان يكون صانع قرار منعزل تماما عما يحدث في قد الواقع ودي كانت مشكلة اساسية لغة الحوارة ما كانتش موجودة بالشكل الكافي وفي كتير من القرارات يمكن قصرت طبعا بالسلب وطبعا يعني شفنا قرار اللي بتدخل فيه فخامة الرئيس بنفسه المرتبط به الرجوع للنظام القديم فراطير للتحصيل وهي الغاء او تعطيل العمل بفكرة الاعتماد المستندي ويمكن احنا شفنا مع وجود قائم بالاعمال المحافظة البنك المركزي الجديد شفنا ان نبقى فيه اجتماعات مع الحكومة ازاي ان نبقى فيه حديث عن كتير من التسالات مش بكلم بس عن قطاع الصناعة حتى بالنسبة لقطاع السياحة وفكرة استخدام الروبل وبالتالي دي كلها اعتقد ان هي لا فيه لغة حوارة بقت موجودة عن الاول فيه تسهيلات ابتدت ان هي تتحرك مش هنقول ان كل المشاكل دي هتتحلف في يوم لكن ابتدائي نشوف تدريجيا ان فيه قرارات حتى بالنسبة للبنوك احنا ابتدائي نشوف تعديلات بالنسبة للسحب وبالنسبة للإداع وابتدى يبقى فيه نوع من انواع التسهيلات بالنسبة للشركات عملية التأديل بالنسبة للحجم النقد الأجنبي اللي احنا محتاجينه للمصانع مستلزمات ايه الانتاج الموجودة طب ايه اللي واقف في المواني ابتدائي نشوف وزارة المالية بتحرك ان هي تعمل تسهيلات واعفاءات كبيرة جدا على البضاعة الموجودة في المواني دي كلها واضح ان لا يعني كل الاصوات اللي كان عندها المشاكل فترة ابتدت ان هي تتعارض وفي نفس الوقت ابتدائي نشوف حلول مش بقول كل الحلول لكل المشاكل لكن الفكرة كلها ان الامور بتمشي بشكل تدريجي طيب المؤتمر الاقتصادي ده واتميزة اللي فيه ان هيبقى فيه تمثيل اكتر من قبل رجال الاعمال ومش بكلم بس على قطاع الصناعة لكن كافة الخطاعات لان ما فيش قطاع هقول ان هو يعني معفي تماما عن التحديات والمشاكل دي اكيد كل قطاع عنده التحديات بتاعته اللي بيحاول ان هو ينتظر تعديل فيه خوانين معينة او حوافز معينة تكون مخدمة في الوقت الحالي علشان يقدر ان هو يحسن من عجلة الانتاج بتاعته وان هو يستمر فيه انتاجه عندنا ملفات اكيد رائسية سراع على مسارها مصانع كانت معطلة فترة اللي فاتت من مصانع متعثرة عندنا مصانع واقفة على مستلزمات انتاج عندنا مصانع كمان عندها مشاكل فيه استراد بعض المنتجات اللي موجودة في الفيلمينة دي كلها اكيد امور محتاجة تدخل سريع جدا من قبل الدولة لكن هو السؤال هل كل التحديات دي بتوصل للحكومة بالشكل نازم يبقى كان فيه مؤتمر وفي نفس الوقت مش بتكلم برضو مؤتمر ان الفكرة كلها نحن بنائل بس مشاكل لكن في نفس الوقت عندنا فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد المصر عندنا بنية تحتية تحركنا عليها على مدار السنوات اللي فاتت وقدرنا ان احنا نحسن مما نخل انت بتكلم على الاستثمار الخارجي او دخل ازاي لان حتى المستثمار المحلي هو مش فقط ان هو يستثمار في مصر ما هو ممكن مستثم محلي ويستثمار في دولة تانية زي ما كنا بنشوف في فترات سابقة وبالتالي انا بتكلم على المستثمار بشكل عايم سواء محلي او ادنابي ازاي ان انا اعرض له بشكل اكبر كل الفرص الاستثمارية الوعيدة الجهود اللي الدولة بتقدمها والحوافز اللي بتقدمها بحيس ان انا زود من حجم الاستثمارات الخاصة طب دكتور علي انا يعني وقتي بينتهي يعني بس عايز اسألك سؤال الروبل اللي حيبتدي يتم التعامل فيه عن طريق البنوك اه هيبتدي يخش طبعا يعني نبتدي اقول للزملاء ان احنا لما نقول اسعار العملة نقول الروبل بكام لان كده كده ده هيسفيد طبعا خطاع السياحة وفي نفس الوقت الناس حتى اللي بتقلم من اهمية القرار احنا جزء كبير بعد وبنعتمد عليه في التجارة على فكرة ومش بس مصر اللي عملت كده ده عديد من الدول العربية بقت بتعتمد او بقت وضع الروبل من ضمن سلة العملات هي الفكرة كلها ان الاعتماد بس على الدولار وكمان مع الظروف والتدخل بتاع الفضالي وفع اصعاد الفايدة والامور دي كلها دي امور غايف طب هل ده ممكن انه يخف شوية على الدولار فنلاقي سعر الدولار يعني انا هقول لحضرتك حاجة ما احنا اكيد بنتعامل مع صين بنتعامل مع روسيا في حاجات كتير لما بتدي اتعامل بالروبل ممكن يخف شوية على الدولار فممكن الاقي الرقم بيختلف هيخف لان في نفس الوقت انا بشجع سيحة وفي نفس الوقت الروسيا ستنافسها انا بستورد منها امحو بستورد منها منتجات اخرى فبالتالي هو جزء مهم جدا ان الاقتصاد ما يبقاش تعويله على عملة واحدة بس وانا بتكلم هنا هو على الاقتصاد المصري في اقتصادات اخرى ممكن تكون ربط عملتها بيئة دولار لكن انا بكلم على الاقتصاد المصري فكرة التعامل بسلة من العملات ده اكيد هيبقى فيه مرونة اكتر فكرة انها دخل الروبل وكمان في التوقيت دوت اكيد ده هيخليني استفيد لان هناك عقوبات شايفينها ما بين التعامل التجاري ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي فبالتالي روسيا عندها منافس تبتلي تتحرك عليها انها تخرج منتجات بتاعتها شوفنا الهند والصين ازاي استفادوا من هذا الام احنا بده نقدر ان احنا نستطيع ان احنا نستفيد من الفوائد الانتاج لدى روسيا وفي منتجات احنا محتاجينها وصلع محتاجينها على رأسها الامح طب صحيح دكتور علي الادريسي الخبيل الاقتصادي وعضو الجماعية المصرية للإحصاء والتشجيع انا بشكرك شكرا جزيلا ان نورتنا فاتح بنوح اضيري فاتح شادياء الكرام بكده بتكون خلصت فقرتنا الاقتصادية الأسبوعية دلوقتي حنطلع لفاصل وبعد الفاصل معاعدكم مع الفقرة الطبية اليومية